برواية حفص عن عاصم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتقمعون أن يؤمنوا لكم أفتقمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمنيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فولل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولا كنا كارهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يرنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سدلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قال موعدكم يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابًا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يُخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا نار رحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ونابيع في الأرض ثم يُخرج به زرعا ثم يُخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الأرض ثم يُخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ثويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يبلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون